حديث الصحافة بعد الفصل أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء وفي صدر صفحتها نقرأ القضية الفلسطينية التزام الرئيس تبون شخصي ودائم الوفد الجزائري يؤكد خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي وجاء في تفاصيل هذا المقال انتهاك صارخ للقانون الدولي على مرأة ومسمع العالم عنوان أيضا المقال الوفد الجزائري يرافع من أجل استجابة إنسانية فورية الجزائر تتحفظ عن فقرة تساوي بين المحتل والضحية حيث يقول المقال أدانة الجزائر خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأكدت موقفها الثابت تدائم للقضية الفلسطينية في هذا السياق شارك الوفد الجزائري في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية يقول المقال والمخصص للبحث في الاعتداءات العسكرية الصهيونية التي تقترف حاليا بها مجية ضد الشعب الفلسطيني جريدة أخبار الوطن عنونت في صدر صفحتها قوافل المساعدات تحت قصف الطائرات وجاء في تفاصيل المقال يقول هذا المقال المجازر الوحشية الصهيونية مستمرة في قطاع غزة ويقول الكاتب في الوقت الذي بدأت فيه المساعدات تدفق على غزة تواصل قوات الاحتلال شن غاراتها على القطاع لأزيد من أسبوعين مستهدفة المباني السكانية والمؤسسات الاستشفائية حيث لا يزال القصف الصهيوني مستمرا على قطاع غزة والذي أودى بحياة الألاف من المدنيين الفلسطينيين يقول المقال ما يطرح مجددا تساؤلا عن جدوى إدخال هذه المساعدات ما دامت مشاهد القصف والدمار والوحشية الصهيونية ضد المدنيين لم تنتهي بعد يقول كاتب المقال ويتساءل جريدة أخبار اليوم عنوانت في مقال آخر الإعدام لثمانية وثلاثين متورطا في قضية اغتيال بن سماعيل فيما استفاد سبع وعشرون متهما من البراءة حيث أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة أمس الاثنين أحكاما تتراوح بين الإعدام والبراءة في حق المتهمين المتابعين في قضية اغتيال جمال بن سماعيل في أوت 2021 بالأربعاء نثيراثا بولاية تيزيوزو والتي تخص أربعة وتسعون متهما وتم تسليط أقصى عقوبة وهي الإعدام في حق ثمانية وثلاثين متهما مدانا بارتكاب جنايات تتعلق بالقيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والمشاركة في القتل العمدي وأيضا تهمة التعذيب ونشر خطاب الكراهية إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا وفد برلماني جزائري يقاطع خطاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حيث يقول المقال قطع وفد برلماني جزائري متكون من نواب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كلمة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو ويأتي هذا خلال افتتاح شغال الجمعية المئة والسبعة وأربعين للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأنغولية لواندا حيث قرر أعضاء الوفد الجزائري مغادرة القاعة بعدما ألقى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي كلمة منحازة للاحتلال الصهيوني في عدوانه الإجرامي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يقول المقال إلى مقال آخر على موقع النهر أونلاين عنوان الهلال الأحمر الجزائري يفتح أبواب التبرعات نحو فلسطين حيث أعلن الهلال الأحمر الجزائري حسب ما جاء في هذا المقال أمس الاثنين أن أبوابه مفتوحة لكل التبرعات نحو فلسطين وكل ما يتعلق بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية ما عدا الأموال نقدا وحسب بيان الهلال الأحمر فيتم استقبال تبرعات المواطنين على مستوى المكتب الرئيسي للهلال الأحمر الجزائري بالعاصمة وكذا بالمكاتب الولائية كما وضع الهلال الأحمر الجزائري رقم هاتفي للمؤسسات والشركات الراغبة بالمساهمة موقع الشعب أونلاين عنوان وزيرها الداخلية ضرورة مضاعفة جهود الجميع لمكافحة الفساد حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد أمس الاثنين بالجزائر العاصمة حسب ما جاء في هذا المقال على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة الفساد الذي يمثل أحد أهم المعاوقات التي تعكر صفوة أمسار الإصلاحات العميقة التي بشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكان هذا خلال لقاء نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للاعلان عن تأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية ناراكم والإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لها موقع الخبر أونلاين عنوانا اتفاقية بين المجلس الأعلى لشباب ومسجد باريس الكبير حيث تم أمثل إثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس الأعلى لشباب ومسجد باريس الكبير بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئتين لرفع انشغالات ومقترحات شباب الجالية حسب ما أفاد به بيان للمجلس وأوضح ذات المصدر أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف رئيس المجلس الأعلى لشباب مصطفى حداوي وعميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز تندرج في إطار إقامة علاقات شراكة مع المؤسسات ذات الصلة بفئة الشباب والسعي لإيجاد سبول تمكين الشباب أو شباب الجالية الوطنية بالخارج من تقديم مساهمتهم في مصار التنمية الوطنية دوليا وإلى الصحافة الدولية والبداية بموقع الجزيرة وفي أخبار طفان الأقصى 140 شهيدا بقصف ليلي على غزة وانقطاع الكهرباء بالمستشفى الأندونيسي ويقول المقال اليوم الثامن عشر على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين بمناطق متفرقة في قطاع غزة وقد استشهد 110 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء جراء غارات صهيونية ليلية بمناطق متفرقة من القطاع أبرزها خان يونس ورفح وارتفع عدد الشهداء إلى 5197 شهيدا بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة وفي تصريح للجزيرة يقول المقال قال مدير مستشفى الشفاء للجزيرة أن غزة تتعرض لإبادة جماعية ونتحدث عن 200 شهيد خلال 24 ساعة يقول كما أفاد مراسل الجزيرة يضيف المقال بانقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الأندونيسي في غزة وتعطل مرافقه الحيوية بسبب نفاذ الوقود موقع الميادين عنوانة الصحة في غزة للميادين حتى اللحظة لم يصلن أي حب الدواء من المساعدات أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة مونير البرش في حديثه للميادين أنه حتى اللحظة لم تصل حب الدواء من المساعدات التي يجري الحديث عن دخولها إلى قطاع غزة وأوضح البرش أن المساعدات تدخل معبر رفح ويتم نقلها لمعبر كفر أبو سالم حيث يتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال ثم تعود لرفح قبل توزيعها ومن بين المساعدات التي تدخل غزة هي لذر الرماد يقول في العيون ولا تلبي الاحتياجات مؤكدا أن أكثر من 29 مركزا طبيا خرج من الخدمة كما العديد من المستشفيات موقع سبوتنيك عربي عنوان حركة حماس الغرب سقط وإلى الأبد من سجل الإنسانية حيث قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء أن الغرب سقط من سجل الإنسانية بمواقفه المؤيدة لحرب الإبادة الجماعية وقال هنية في بيان للدول الغربية بمواقفكم المؤيدة لحرب الإبادة الجماعية في غزة قد سقطتم مرة وإلى الأبد من سجل الإنسانية وبنيتم صورا بينكم وبين الشعوب العربية والإسلامية حسب ما جاء في هذا المقال إلى موقع القدس العربي والذي عنونا وزير خارجية تونس الحل يكمن في وحدة العرب لمواجهة الحرب على غزة حيث أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار أمس الاثنين أن الحل يكمن في وحدة كل الدول العربية في مواجهة الحرب على غزة دعيا إلى تنسيق أكثر في المواقف وحول التفاعلات الدولية مع الحرب على غزة قال عمار هذه حرب على كل المستويات حرب على العقول وحرب على الميديا وحرب على غزة كشفت كل النواية وأضاف أن الحل يكمن في تنسيق أكثر في المواقف العربية على حد قوله يقول هذا المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل لختام جولتنا عبر الصحابة